اخر ودع سكان مشتاة الصرصوف في بلدية البلالة الحدودية بولاةهم البواقي معاناة التزود بمياه الصالحة للشربة عن طريق الصهاريجة فيما تزال والعديد من الدواوير تعاني من ازمة عطش حادة في ظل نقص المياه الباطنية تقرير رشيد مقدمها الماء عنصر اساسي في الحياة اليومية والحصول على قطرة ماء شروب في بعض المناطق النائية بولاية ام البواقي بات في خبر كان حيث هناك حاجة مسأل بذل جهود اكبر لاجد الحلول البديلة عن الصهاريج وفي بلدية البلالة الحدودية اخيرا تنفس سوكل مشتاة الصرصوف النائية السعادة بعد تموينهم بهذه المادة الحيوية لكن بفترات متقطعة واحيانا مضطربة التوزية مصالح بلدية البلالة التي ما زالت تعاني بدورها مع رحلة البحث عن ماء الشربي وايصالها الى المشاة المتضررة تراهن على الحلول الواقعية كانوا مشتا الصرصوف يستفادوا من الجرار مرة في الأسبوع واليوم الحمد لله استفادوا من نقب تعشية وشاطو حوالي مائة الف عندهم يوم في السمانة جدر بذكر ان بلدية البلالة على الشريط الحدودي بين ولاية ام البواقي وتبسة تشكو ازمة ضماء حدى جراء نقص المياه الباطنية اشتركوا في القناة